موسيقى 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 سعيدة بعد مرور أكتر من 60 سنة على مشواره الفن ألان دولون وضعه النفسي صعب أما الموضوع الثاني بفن الخبر الراتزي أوردس أو جوائز أسوأ أفلام وممثلين لسنة 2018 الرابط وعلى لائحة الأسوأ أهم الممثلين في هولوود خليكم معنا في حوار مع مجل فرنسي وبمناسبة مرور 60 عام على مشواره الفني أوضح النجم الفرنسي الشهير ألان دولون أنه كل شيء من حوله رحل بالموت من أهله وأصدقائه وأنه ما عم يلاقي إمرأة اليوم تملأ حياته على الرغم من غرامياته وزيجاته العديدة لكنه أبدى رغبته بالزواج من إمرأة شرط أنه ترفقه فيما تبقى له من العمر حتى النهية وتوقع دولون أنه سيرحل هيدا العام عن الدنيا قائلا أنه سيكون غير آسف على ترك هيدا العالم بسبب التغيير يلي حدث في العالم من فساد وعدم موجود احترام والجرائم يلي تحدث يوميا رادزي أو توتي الدهابية هي جوائز تعطى لأسوأ أفلام وممثلين بالسنة بدأت العام 1980 وهي مقابلة لحفل الأوسكار وإذا ما حضر الفائزين بجوائز الأسوأ يقدم إلون جائزة رخيصة على هيئة توتي مطلية باللون الدهبي في حفل يقام عشية حفل الأوسكار في أذار أما هيدا السنة فتصدر فيلم ترانسفورمرز ترشيحات جوائز رادزي لأسوأ الأفلام إلى جانب قائمة مليان نجوم حصلوا من قبل على جوائز أوسكار من بينهم جانيفر لارنس توم كروز مال جيبسن وراسل كرو ووصف جون ويلسون مؤسس رادزي فيلم Fifty Shades Darker المأخوذ عن رواية حق أيد أعلى مبيعات بأنه يدعو إلى النعاس أكثر من الإثارة في مرشح فيلم باي ووتش بين أسوأ الأفلام أيضا وبرز النجم جوني ديب يلي دايما بيترشح للجائزة كما حصل توم كروز وراسل كرو على ترشيح في قائمة أسوأ ممثلين عن فيلم دامامي في حين حصل مال جيبسن على ترشيح عن دوره في فيلم Daddy's Home 2 ويتم التصويت على المرشحين والفائزين في رادزي عبر الإنترنت من نحو ألف عضو من 24 دولة يسجلون عبر الإنترنت ومن المقرر إعلان الفائزين في الثالث من أذار لهم وشاهدين هتكون نصة فقرة فن الخبر لنهيتها بنشوفكن باي باي